السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة هنعمل مع بعض من بوائل عيش الفينو طاجن حلو قوي هنحلي به كده على السريع مش هاخد مننا اي وقت خالص لو اول مرة تشوفوني انا دينا ما تنسوش اشتراك في القناة ولايك وشير للفيديو لو عجبكم ويلا بينا نبدأ الوصفة على طول بسم الله الرحمن الرحيم هنجيب كده العيش الفينو وهنبدأ نقطعه بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده طريقة سهلة بسيطة جدا اي عيش فينو بقى عندك باقي او طازة يعني عادي بش هتفرق وهنجيب الطاجن بتاعنا وهنرس فيه العيش الفينو بالطريقة دي عاجة حلوة كده هنحضرها مش هتاخد مننا اي وقت خالص وتعمال لذيذ جدا ان شاء الله وتعجبكم بعد ما رسلنا كده العيش الفينو هنجيب بقى عندنا كوباية من اللبن او كوباية وربع كده من اللبن حسب بقى الطاجن اللي انتهت اعمليه المقاس بتاعه يعني تكون كوباية لبن سخنة وهنضيف عليها تلات معالق سكر او زي ما تحبي وهنجيب معلقتين من السمنة وهنحطهم على العيش الفينو بالشكل ده وهنجيب معلقتين من الكاكاو الخام او القرفة لو تحب القرفة وهنرشها كده على وش العيش بالشكل ده كده وبعد كده هنجيب اللبن السخن بس سبوه بالراحة كده عشان ما يعملش زي كده وبعدل التانية اللي احنا حطنا عليه السكر وهنسقي به العيش بتاعنا وبس كده هندخله بقى الفرن ونحضر بقى صوس شوكولاتة كده مع بعض سريع مش هاخدنا وقت خالص عقبال ماء الطاج متاعنا هيطلع من الفرن تمام نحضر بقى صوس الشوكولاتة بتاعنا عندي هنا نص كوباية من اللبن البودر ونص كوباية من السكر وتلت كوباية من الكاكاو الخام وياريت بس يكون الكاكاو نوعه حلوه عشان بيفرق في الطعم وعندي كمان معلقتين كبار من الزيت ونص كوباية بس هنضيفها بالتدريج من المية يعني نحط الأول ربع كوباية مية وندرب السوس بتاعنا ونضيف من الربع التاني بالتدريج عشان نوصل لقوام السوس اللي احنا عايزين وشايفين القوام عامل ازاي حلو قوي وبعد كده طبعا بعد ما الطاج انطلع ضيفنا عليه السوس الشوكولاتة بتاعنا وزيناك كده بكتع منه الشوكولاتة وبس خلاص في دقيقتين بس كان جاهز معنا يارب يكون كده الوصفة عجبتكم واتجربوها وما تنسوش تقولوني رأيكم ولايك وشير بقى للفيديو ولو لسه مشتركتش في القناة ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بتنزل على القناة اول باول ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة